ينضم إلينا خبير في الجماعات المتشددة من مصر السيد أحمد بان سيد أحمد أهلا وسهلا بك معنا في ظل المعطيات الأولية لهذا الهجوم ما إمكانية مسؤولية داعش عنه؟ في تردير أنه حتى الآن لم تبرز مؤشرات واضحة تؤكد على مسؤولية داعش كل المؤشرات تنضي في اتجاه تنظيم يسمى المرابطون وهو ينتمي فكريا وتنظيميا لتنظيم القاعدة أو يعتبر أقرب له بالنظر إلى هذه الخلية خلية هشام العشماوي ضابط الصعيقة المفصول الذي كان عضوا في تنظيم أنصار بيت المقدس عندما اختلف معهم في يوليو 2014 عندما أعلنت خلية أو مجموعة أنصار بيت المقدس مبايعتها لتنظيم داعش اختلف هو مع التنظيم واقترب أكثر من الحدود الغربية ثم سافر إلى درنة وكون مجموعة جديدة بالتعاون أو التفاعل مع تنظيم المرابطون الذي يترأس مختار بالمختار والأقرب إلى القاعدة وظل يتنقل في هذه المرحلة أو هذه المنطقة بصمات هذا الحادث تشير إلى أننا بالفعل أمام تنظيم المرابطون أو مجموعة شام عشماوي تحديدا وليست داعش التي لو تورطت في هذا الحادث لا أعلنت مباشرة عبر وسائل إعلامها أو وسائطها نعم طيب سيد أحمد هل يمكن القول أن الجماعات المتشددة سواء كانت المرابطون أو غيرها في مصر كما ذكرت حضرتك أصبحت تلجأ إلى الصحراء لتنفيذ هجماتها بعد فشلها داخل المدن في مصر بطبيعة الحال نحن في مصر نواجه خطرين خطر في المشرق جسدته مجموعات أنصار بيت المقدس والتي نجح الجيش المصري في تطويقها وحصارها إلى حد كبير ومن ثم تمظهرت العمليات الأخيرة في السطو على بنك لتأمين إمدادات مالية للتنظيم بعدما ضيقت أجهزة الأمن والجيش تحديدا مسارب حركة هذا التنظيم أتصور أنه حاولت مجموعات الغرب تحديدا المجموعات في ليبيا تسخين الجبهة الغربية عبر عملية كبيرة بهذا النوع في إطار أننا نواجه تقليديا خطر من المشرق وخطر من المغرب البؤرة الغربية مشتعلة لا شك منذ وقت طويل لكن يبدو أنها في الفترة القادمة ستتصاعد عملياتها قوات الجيش والطيران مصري تحديدا قام بضرب عدد من القوافل التي حاولت التسلل عبر الحدود الغربية في الفترة السابقة وسجلت فيديوهات عبر صفحة المتحدث العذكري تؤكد هذا المسعى لكن لازالت هذه البؤرة ساخنة وتحتاج ربما إلى تنسيق أكبر بين قوات الجيش والشرطة بالنظر لطبيعة التهديد الذي تواجه الدولة في هذه المرحلة نعم بحسب اطلاعك سيد أحمد ومعلوماتك ما حجم تأثير مثل هذه الهجمات الإرهابية على الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية الراهنة في الفترة الأخيرة حدث انتعاش كبير في قطاع السياحة مما انعكس على أرقام الاقتصاد الوطني ويبدو أن هذه التنظيمات تدرك جيدا لحظات التعافي وتشتبك معها بحوادث من هذا النوع من المعروف أن سياحة السفاري وسياحة المنطقة الغربية هي من السياحات المفضلة كل حادث قطاع السياحة بالذات حساس جدا تجاه أي حادث من هذا النوع حيث يتم توسيع نطاق الخطر إلى حد كبير وتصدر تحزيرات وغيرها من القوى المتربصة بمصر بما ينعكس على مداخيل هذا القطاع وهو من القطاعات المهمة للاقتصاد المصري باعتبار أن الاقتصاد المصري حتى الآن اقتصاد ريعي يعتمد إلى حد كبير على هذه المداخيل نعم إلى ماذا تحتاج الآن القوات الأمنية المصرية سيد أحمد لمنع تكرار مثل هذه الهجمات التي تؤثر بالتالي على الوضع الأمني وعلى الوضع الاقتصادي والسياحي في مصر بعيدا عن المقاربة الشاملة أو الاستراتيجية تركيزا على المعطى الأمني نحن بحاجة إلى تجسير الفجوة في الحيوية بين قوات الأمن وهذه المجموعات عبر تقوية بناء قوات خاصة ونوعية تواجه هذا الخطر لا يمكن الحديث عن قوات شرطة عادية حتى وإن كانت تنتمي إلى ما يسمى بسلاح القوات الخاصة في الأمن المركزي في مواجهات بهذا الشكل بل ينبغي تتشين أو تأسيس وحدات خاصة بالتعاون بين قوات المغاوير أو القوات الخاصة في الشرطة والجيش تحت قيادة مشتركة من الجيش والشرطة لكي يتمكن من حصار ومجابهة خطر بهذا النوع وبهذا التعقيد في واقع جغرافي صعب وظهير صحراوي كبير ومدقات وظروف جبلية وعرة تحتاج إلى اشتباك بأليات مختلفة وسيطرة جوية لا تتوفر بطبيعة الحال لقوات الشرطة التي ربما حتى الآن لم تلبي بعض القوى الخبرة في العالم وتحديدا الولايات المتحدة مطالبها بشأن التسليح لكي ترفع من مستوى تسليحها في مواجهة هذه المجموعات هل تلوح في الأثق سيد أحمد أي نية لتأسيس وحدات خاصة لمكافحات ومجابهة مثل هذه الهجمات؟ أتصور أن هذه هي فريضة الوقت التي يجب أن تشغل صانع القرار في مرحلة سابقة تم تغيير بعض المسؤولين عن الجبهة في شمال سيناء بهدف تطوير حركة مجموعات الجيش في مواجهة هذه المجموعات وقد أصفر ذلك لا شك حصار كبير في أداء وقوة هذه المجموعات الخطر الآن في الغرب يستدعي تدشين قوة خاصة وهي بالفعل موجودة في فرقة الثلاث سبعات والثلاث ساعات وهي فرقة متخصصة في مكافحة الإرهاب لكن أتصور أن الأمر يحتاج إلى بعد عمليات أكبر وتنسيق ميداني أكبر بين قوات الجيش والشرطة مع تدعيم أكبر بمستوى متقدم من التسليح يكافئ هذا الخطر الذي تواجهه الدولة في هذه المرحلة شكرا جزيلا لك حدثنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة خبير الجماعات المتشددة سيد أحمد بان